التعليم وامتحانات السنوية العامة والصداع اللي ما زال في رأس الوطن والمواطن وأولياء الأمور بسبب فشل الوزير والوزارة وتخبط القرارات على مدار ثلاث سنين هنعمل الامتحان إلكتروني لا هنعمله ورأي السنوية العامة سنتين لا السنوية العامة ثلاث سنين الامتحان صعب الامتحان سهل الامتحان أوبنبوك الامتحان بابلشيت مبارح شفنا الامتحان الفيزياء واللي كانت ضحيته طالبة في المنوفية بعد ما جالها سكتة قلبية على باب اللجنة بسبب خفها من الامتحان واللي كان ايضا الامتحان في منتهى الصعوبة ما يزيد عن خمسين سؤال فقط في ثلاث ساعات زي ما عرضنا لحضراتك وامبارح النهاردة ايضا كان امتحان التاريخ للسنوية العامة واللي نقلت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات منها طول الامتحانات او طول مدة الامتحان زي ما قال الطلبة والاسئلة الغريبة وكالعادة الامتحان طويل والوقت ما بيكفيش واسئلة من بره المنهج واللي حاطت الامتحان بيستعرض عضلاته على الطالب والطالب ما لحقش يذاكر وكان ما كانش فيه بيئة مناسبة للمذاكرة بسبب فيروس كورونا وما كانش فيه تواجد في المدارس والمنظومة التعليمية كانت غير مستقرة والتابلت مش عارف ايه لكن ايضا التعليم اليوم اعلن ضبط 14 حالة غش فقط في امتحان التاريخ للثانوية العامة على الرغم من ان الوزارة في اول يوم اعلنت منع الغش او السيطرة على الغش خليني بقى اديك خبر يفور الدم تعالي كده عم خالد لان الخبر اللي جاي ده يفور الدم بارح في امتحان الفيزياء اللي راحت ضحيته الطالبة بتاعت المنوفية وبتعليمات مباشرة من السيد وزير التربية والتعليم طارق شوقي بالتفتيش الذاتي للطلبة والطالبات قبل دخول الامتحاد فاكر الصور اللي كان بينشرها البعض من طريقة التفتيش المهينة اللي بيتعرض لها بناتنا في الشوارع والطرقات على يد الرجال الامن والمخبرين وامناء الشرطة معانا اعتقد الصور دي عبد الرحمن الطريقة اللي كان بيتفتش بيها بناتنا وعمليات التحرش يعني البلطجة اللي بيتبعها الامن المصري ضد البنات والسيدات في الشوارع بحجة التفتيش وبحجة جيبي موبايلك ابص عليه وبحجة انت مين ورايحة فين ومعاك ايه وهاتي بطاقتك ايه في جيوبك واسمك ايه نفس اللي بيحصل في الشوارع النهاردة اتنقل او انتقل الى المدارس ولجان الامتحاد في احد المدارس في محافظة المنوفية قدم العضو هاني خضر وهو عضو مجلس النواب عن مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية واللي قدم صباح اليوم طلب احاطة لرئيس المجلس والسبب ان بعض الطالبات في احد المدارس في محافظة المنوفية تم تفتيشهم تفتيش ذاتي قبل دخولهم للجنة الامتحان وتم ايضا الوصول الى بعض الاماكن او لمسهم في بعض الاماكن الحساسة في الجسم والدة احد او سيدة ولية امر احدى الطالبات في الثانوية العامة قالت ان احد المدارسات قامت بناء على امر من وزير التعليم ووكيل الوزارة في المنوفية بتفتيش بنتها ذاتيا ولمسها في اماكن حساسة ما ادى الى تأثر الطالبة وعدد من الطالبات سلبيا بهذه الواقعة سؤال النهاردة انت عايز ايه من الطلبة انت بتعمل كده ليه في ولادنا مين اللي ادى الحق للست المدرسة او العاملة او النظرة او المديرة انها تفتش بنت دخلة امتحن والمفروض تكون في تركزها وتفتشها بالطريقة المهينة وقليلة الادب بالشكل ده وتلمسها في اماكن حساسة البنت تتأثر نفسيا وترتبك تخش ما تقدرش تحل او تخش تصعب عليها نفسها وتطلع تعيط لدرجة انه عضو في البرلمان بيقدم طلب احاطة لرئيس البرلمان واللي امر واللي قال هو نفس اللي امر الظابط انه يفتش البنات والولاد في الشارع هو نفس اللي امر المدرسة والمعلمة والوكيلة والمديرة انها تفتش الطالبة على باب اللجنة هل يتم محاسبة طارع شوقي او محاسبة اللي امر بهذا الموضوع طبعا مش هيتم لان الدولة البولوسية دايما ترى ان الشعب قدامها كل متهم في اول رد لوزارة التربية والتعليم في المنوفية قالت اصلاحنا خايفين من الغش طب انتوا كده منعتوا الغش النهاردة بس 14 حالة تم ضبطها واكيد في مئات او الاف الحالات لم يتم ضبطهم في واحدة من افشل الوزارات المصرية خلال الكام سنة اللي فاتت وزارة التعليم بقيادة السيد طارق شوقي ترجمة نانسي قنقر